زيجات عدة مرت على العائلة المالكة البريطانية خلال المئة عام الماضية كتب لبعضها النجاح وفشلت زيجات أخرى كان أكثرها مفاجأة حينما تخلى الملك إدوارد الثامن عن العرش في الحادي عشر من ديسمبر ستة وثلاثين ليتزوج من حبيبته المطلقة الأمريكية والس سيمسون رغم أن الزواج جعله منبوذا من العائلة الحاكمة القرار الذي اتخذه إدوارد الثامن غير حياة شقيقه الأمير ألبيرت الذي تزوج من إليزابيت بوز لاين والدة الملكة الحالية في العام ثلاثة وعشرين يصبح ملكا عام ستة وثلاثين الأبنة البكر الملكة إليزابيت الثانية تزوجت من الأمير فليب في العشرين من نوفمبر سبعة وأربعين بعد أربعة أشهر من إعلان خطوبتهما وقد نقل الحفل في بث إذاعي إلى مئتي مليون شخص في أنحاء العام أما الأميرة آن الابنة الوحيدة للملكة إليزابيت الثانية فتزوجت من ماك فليبس في الرابع عشر من نوفمبر ثلاثة وسبعين إلا أنها طلقت منه في العام الثنين وتسعين لتتزوج مرة أخرى في العام ذاته من تيموثيل لورنس بذلك أصبحت أول أبيرة مطلقة تتزوج مرة أخرى العام واحد وثمانون شهد الزواج الأسطوري للأمير تشارلز من دايانا سبانسر شاهده حوالي سبعمائة مليون شخص حول العالم إلا أن كل هذا لم يشفع لزواجهما الذي انتهى بالطلاق قبل أن تلقى دايانا حدفها في حادث سيارة عام سبعة وتسعين شكرا للمشاهدة